لكل شيء إذا ما تم نقصانه هكذا قيل وهي كلمات تحاكي واقع الحال اليوم بالنسبة لمن أصبحوا يعتمدون على منظومات الرئيب الطاقة الشمسية فخلال فصل الشتاء وتحديدا في كانون الأول والثاني يعاني المزارعون باتهاما من الأجواء الغائمة باستمرار طوال النهار ما يجعل هذه المنظومات عديمة الفائدة بالتالي توقف العملية الزراعية واللجوء إلى الطرق القديمة الجوة الغائمة يجي في أوقات موسم أيوة يعني في أوقات كانون شهرين وأحياني يجي في تشرين يعني أوقات يروح الغيوم والمزارعين يشكمن الغيوم بس أوقات يجي وروح وكذلك يعني يجي في الشتاء عندما يغيم الجو ينقطع الماء تماما ينقطع مرة وكثيرا المزارعين يستخدمون دينامات أصحاب المنظومات يستخدمون دينامات الحال لا يختلف كثيرا بالنسبة لمشاريع المياه ومنازل السكان في معظم أرياف تهامة هم كذلك يعودون للطرق القديمة ورحلة البحث عن المياه بالحمير وما شابهها لا يشار المياه إلا خلها تبقى على الله والله أنني روح من بلاد بلاد ألا الحمر يبحثون بأتعاب الموية وناس يجدوه وناس ما يجدوه والسبب الغيوم الغيوم ظن كثير من أبناء الريف باتهامة بأن مشاكلهم وهمومهم مع المياه قد انتهت ما أن توفرت الطاقة الشمسية لا سيما مع تلك الشعارات المزيفة التي قالت بأن الطاقة الشمسية تعمل وإن كان الجو غائما وهو ما روج له بعض المستفيدين لكن في نهاية المطاف تستمر المعاناة مع المياه لكن الفرق بأنها أصبحت مرتبطة بأشهر معينة وليست كما السابق طوال العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر